يا صباح الجمال يا صباح الهنة ايه رأيكم في التاجن ده جمال يا جماعة لا بجد حلو جدا جدا تصدق بقى اني ده ايه بقى ده تصدق انهو بتنجان كده بالبشامل ينهر قبيض على الجمال والحلاوة بتنجان كده محشي لحمة مفرومة ومن فوق بشامل كده بجد حاجة متدلعة حاجة فخر من الاخر يلا نتراع جديد كده وحصري بسم الله ما شاء الله طبعا هو مش جديد ولا حاجة ده هو قديم بس انا اول مرة اعمله فبالنسبة لي جديد تمام انا طبعا كنت عاملة مساقة باللحمة المفرومة امتي ايه فتقرت بقى التاجن ده وقلت لازم اجربه كده عشان شفته وعجبني بصراحة خليت كده نص بتنجانية زي ما انتو شايفين مقطعها السمك بتاعها ما يكونش عريض قوي هرش عليها كده هوت شوية ملح واسبها كده تنزل المياه بتاعتها طبعا الزيت شكل الطاصة كان مش لصيف خالص بس عشان اقولت لكم يا جماعنا كنت عاملة مساقة قبلها تمام فتاصة كنت طالع عينيها بصراحة باسم الله ما شاء الله بس انا قلت لأ اخلص كل حاجة مرة واحدة كده ماشي لو وصلت معي الغاية هنا وما حطتش اللايك ياريت تحط اللايك والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتش معاي عشان بجد لو ما اشتركتش فايتك كتير 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 ماشي كده يا حبيبي انا خلصت خلاص البتنجان ندخل بقى كبات البشاميلة اللي انا هعملها انا مش هعمل غير كباية بس احط كده معلقة ونص من الدقيق زي ما انتو شايفين كده في حتة سامنة وافدل اشوح فيهم لغاية لما يتشوحوا معي كويس جدا وهضيف عليهم على طول كباية من اللبن وشوية ملح وشوية فلفل اسود فقط لغير ياخدوا غلوة كده وهم قفل عليهم وده هيبقى البشاميل بتاعي اللي انا هحطه ايه على الوش بتاع التوجم بتاعي ماشي بس وانا بضيف اللبن للاسف الحتة دي مجاتش يا جماعة فانا اسف جدا كده خلاص بقى معي زي الفلة هوت طبعا زي ما قلتلكو برضو المرة التالتة انا كنت عاملة مسقع باللحمة المفرومة ماشي وكنت منزل الفيديو ده من زمان والفيديو ده كان عندي لسه على التليفون فكان عندي لحمة مفرومة بقية متعصاجه عادي بالبصر والملح والفلفل تمام زي ما انتو شايفين كده في كل واحدة هحط معلقة كبيرة كده محترمة من اللحمة المفرومة ولفها كده هوت بالراحة بسم الله مش يا ست الناس وعايز اقول لك حاجة لما تيجي رايحة تجيب البتنجانة تجيب البتنجانة اللي هي من تحت طويلة مش مدورة المدورة دي بتبقى ايه مبزرة كده ومرة لكن اللي من تحت الشريطة بتاعتها طويلة كده ما بتبقاش ممررة وخالص وبتبقى حلوة قوي زي ما انتو شايفين لو لاحزت في باول واحدة انا بلفها انا جايبها للبتنجانة اللي هي الطويلة مش المدورة تمام هلفها كده هوت كويس جدا زي ما انتو شايفين وبالراحة خالص عشان البتنجان طبعا بعد ما بيتقلي ما بيبقاش مستحمل حاجة هخلصهم كلهم في الطاجن زي ما انتو شايفين كده هوت كده انا خلصهم وبقوا زي الفل هجيب بقى كبات البشاميل اللي انا عملها وهنزل على المعلقة كده وابدأ احط مش مش عارفة انا ليه عملت الحركة دي بس انا عملتها يعني زي ما انتو شايفين انا هحط البشاميل اللي كان معي كله ماشي واحطه في الفرن طبعا فتح الفرن وفتح الشواية الاتنين مع بعض هو يدوب غلوة واحدة من تحت وبياخد اللون اللي انتو عايزه طبعا عايزه فاته عايزه غامي انت وراحتك تكليجا برز تكليب عيش انت وراحتك برده تمام بس بجد يا بنات لازم تجربوها عشان بجد ترعة حلوة قوي يعني طعمها في حتة تانية كده وقمت حطا كدهوت وقمت مدخلها الفرن مش قادر اقول لكم يا بنات طلعت عاملة ازاي بجد لازم الواحد لما يشوف الحاجة ما يقارنش ان دي حلوة او وحشة غلا ما يدوقها بس بجد عجبتني جدا صراحة ما شاء الله ما خدتش اصلا تقريبا عشر دقيق في الفرن ولا حاجة بصوا شوفين شكل الطاجن يا جماعة ينهار ابيض انا عايزه اكله دلوقتي عايزه اقول لكم ان انا بصور الفيديوهات دي وقديمة جدا انا بقى منتج وراجتي بصوت والكلام ده كله بقى ايه بقول ياه امت بقى كان الطاجن دانو كنت عاملة امت بنساهم والله بجد يا جماعة الفيديوهات على التليفون عايزه اقول لكم ان بجد من كتر منة بنسا الحاجة على التليفون مافيش مساحة قصة بس كده يا جماعة الفيديو كان خلص اتمنى من كل قلبي ان هو يكون عجبكو وتحطوا